كشفت تقارير صحفية مغربية أن البلجيكي سيفين فندنبروك المدرب الوداذي قد اتلقى خبر غير صار بشأن ظهيرها الأيمن حسين بن عيادة قبل مواجهة المارض الأحمر الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك لعدم جاهزية اللعب من الناحية الطبية وأوضح التقارير أن اللعب حسين بن عيادة يخضع لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي بعد الإصابة العضلية التي لحقت به منذ أيام لذلك فسفره رفقة الوداذ الرياضي إلى القاهرة بات صعبا وسيكون خارج مباراة دهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ويحل الوداذ الرياضي ضيفا على الأهل المصري في الرابع يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن دهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وستقام مباراة الإياب بين الأهل والوداذ على استعد مركب محمد الخامس في الحادي عشر من السهر القادم ومن المقرر أن تسافر باتة الوداذ الرياضي لأربعاء المقبل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهل في نهائي البطولة المذكورة اشتركوا في القناة